حابب أتوقف مع حضرتك عند اتلاف نزاهة هذا الاتلاف بيضم أي عدد من الكينات هل هي كينات داخلية أم كينات دولية والمعايير اللي بيطبقها هذا الاتلاف اتلاف نزاهة خلينا أقولك مجرد تشكيل اتلاف نزاهة ده يؤكد لك الرغبة الدولية في متابعة الانتخابات داخل مصر وده يؤكد لك كمان أن هناك رغبة شديدة جدا للوقوف على المراحل المتتالية للعملية الانتخابية احنا عندنا خمس دول منهم اليونان وغانا ورومانيا وغندا مع مؤسسة معك في مصر هم شكلوا هذا التحالف بهدف نبيل وهو متابعة العملية الانتخابية في الدولة المصرية وهذه الدول وأغلب هذه المنظمات الـ 34 هم دول بيتبادلوا مع بعض متابعة الانتخابات في دولهم فبيحصل نوع من تراكم الخبرات بيحصل نوع من المصدقية بيسهلوا مهمة أنه ينقل للرأي العام في هذه الدول ما يجرى في الدولة المصرية احنا في كثير من الأحيان كنا بنشتغل على نفسنا ونغلق الأبواب أنت لأول مرة في السنوات الأخيرة أنت بتفتح الأبواب على مصرعيها وبتسمح مش فقط لإتلاف نزاهة أو للمنظمات الأجنبية أو الدولية أنها تتابعة الانتخابات أنت عندك تقريبا 34 بعثة دبلوميوسية بتتابعة الانتخابات كمان فانت فاتح الأبواب على مصرعية مدي فرصة لكل الإعلام الدولي الراغب في متابعة الانتخابات وإحنا شفنا الهيئة العامة للإستعلامات إدت لعدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام أنها تتابعة لعملية الانتخابية كل هذا الهدف النبيل منه هو أنك تظهر مشاركة المصريين في صناعة المستقبل يعني الهدف النبيل في كل العملية الانتخابية هو حس المواطنين على المشاركة في صناعة المستقبل حس المواطنين على أنهم يبعثوا رسالة إيجابية إلى العالم أننا مهتمين بالشأن الوطني وأننا على الرغم من المحيط الإقليمي اللي بيحود بنا اللي فيه مشاكل كتيرة لكننا نمشي في خطوط متوازية نهتم بالشأن الخارجي وفي نفس الوقت نبني الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة من الداخل واللي لا تبنى إلا بمشاركة أبناء أنا أتصور أن هذا الاتلاف سيعطي ثقة ويعطي مستقية للناخب المصري بالإضافة لثقته في أهم نقطة في الانتخابات وهو الإشراف القضائي على عملية الانتخابات وإحنا شفنا إزاي الحوار الوطني صحيح مجمل المنظمات المجتمع المدني مجمل الأحزاب السياسية والساسة المهتمين بالشأن العام كانوا حارسين بشكل كبير على امتداد الإشراف القضائي على الانتخابات باعتبار أن ده ضمانة رئيسية لدى المصريين المصري لا يسق في أي انتخابات الذي لم يبقى فيه قاضي على السندوق عندما يكون هناك قاضي على السندوق هذا يشجع المصريين على المشاركة في الانتخابات التي في النهاية هي الضمانة الرئيسية لنزاهة أي عملية انتخابية هو كسافة المشاركة أن تقول لي منظمات دولية أي منظمات محلية أي منظمات إقليمية إشراف قضائي الضمانة الرئيسية لأي انتخابات حول العالم هو كسافة الحضور أن صاحب الشأن نفسه يحضر ويدي بصوته